وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة المتحدة في أول رحلة خارجية له بصفته رئيساً تستغرق ثمانية أيام وهبطت الطائرة الرئاسية في قاعدة ميلدين هول الجوية في مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا ويستهل بايدن الزيارة بلقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس قبل أن ينطلق الزعيمان لحضور قمة مجموعة الدول السبع التي من المقرر أن يلتقي فيها شركاءه الأوروبيين ومن ثم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جونيف عديدة هي القضايا التي سينظر فيها بايدن مع نظرائه الأوروبيين خلال أول جولة خارجية يقوم بها منذ وصوله البيت الأبيض بايدن الذي يسعى للتأكيد على اهتمام بلاده باستعادة تحالفاتها وتنشيط علاقاتها عبر الأطلسي سبق وأن بعث برسالة إيجابية إلى نظرائه هناك باختيار إدارة تؤمن وبقوة بالشراكة الأوروبية وهي رسالة رحب بها الأوروبيون على بايدن أن يظهر لقادة العالم بأن لدى الولايات المتحدة اتفاقا داخليا أكبر على عدد من القضايا المطروحة منها مواجهة كوفيد والتعافي الاقتصادي ومواجهة الصين فالاختلاف السياسي الأمريكي الداخلي لم يعد محصورا في حدودنا كما كان في السابق تاريخيا قليلة هي الوجهات الرئاسية الأولى التي أثارت جدلا داخليا هنا ولقاء بايدن بالرئيس الروسي بوتين قد يدرج في هذا الإطار فاللقاء يأتي بعد أن وصفه بالقاتل وفي ظل تزايد الهجمات السيبرانية الروسية سأؤكد مرة أخرى أننا لا نعتبر الاجتماع مع الرئيس الروسي مكافأة له بل جزءا حيويا من الدفاع عن المصالح والقيام الأمريكية بايدن لا يجتمع مع بوتين بالرغم من الخلافات بيننا بل بسبب هذه الخلافات وهناك الكثير مما يتعين علينا العمل من أجله في الداخل تبدو اهتمامات بايدن الخارجية التي تتمحور حول تنشيط التحالفات ودعم الديمقراطية في آخر سلم أولويات الأمريكيين وفق استطلاعات الرأي ستكون هذه الرحلة اختبارا لبايدن على المسرح العالمي حيث يسعى إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالتحالفات الأمريكية التاريخية خلال عهد ترامب ومع وصول التوتر إلى مستوى تاريخي في العلاقات مع روسيا سيكون اللقاء مع بوتين هو الأكثر إثارة للانتباه زيد بن يامين العربي وواشنطن مشاهدين على أي حال نناقش إذن هذا الموضوع زيارة جو بايدن هي الأولى من نوعها منذ أن تولى الرئاسة قبل خمسة أشهر رئيسا للولايات المتحدة بحسب ما يقول أو تقول أوساط البيت الأولى فإن الرئيس بايدن يريد إعادة طمأنة الحلفاء الحلفاء الأوروبيين خصوصا إلى مواقف الولايات المتحدة هذا بعد السياسات غير الواضحة أو المقلقة التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب إزاء الحلفاء الأوروبيين تحديدا جيك سوليفن مستشار الأمن القومي رافق الرئيس بايدن في رحلة على طائرة Air Force One وقال إن رئيس بايدن يريد أن يظهر أن الديمقراطيات هي التي يمكنها إيجاد أفضل الحلول للشعوب في كل مكان بحسب تعبيره وأضاف كذلك أنه ستكون الولايات المتحدة سندا للديمقراطيات في أوروبا كما كانت سندا لها خلال الحرب العالمية الثانية هذه صور جو بايدن وعقيلته جيل يترجلان من متن الطائرة الرئاسية الأولى Air Force One في قاعدة عسكرية فيها حضور أمريكي في مقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا معنا من لندن البروفيسور كريس إيمافيدن الأكاديمي والباحث السياسي البروفيسور كريس ما الذي يريد الغرب الأعضاء المجموعة الدول الصناعية السابع الكبرى سماعه من الولايات المتحدة على لسان رئيسها الجديد جو بايدن يريدون من السيد بايدن أن يقول لهم بأنه مختلف عن دونالد ترامب يريدون من السيد بايدن أن يوافق على مسألة التغير المناخي ويريدون من السيد بايدن أن يوافق على المسائل المتعلقة بجائحة كورونا لأن الأمريكيين كانوا يشترون اللقاحات كما أنهم الوحيدين الذين يعاونون من جائحة كورونا يريدون أن يكون هناك اتفاق دولي حيال ما يجب القيام به للسيطرة على جائحة كورونا ويريدون أيضا أن تتعافى الاقتصادات وفقا لهذه الحلول لأنهم لا يريدون أن يعانوا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا والنظام الصحي يجب أن يكون قويا كي يتجنب الجميع جائحة أخرى حيث يتم الاستجابة لأي تحذير وإنذار من أي مكان من أي قارة لأنه إذا عمل الجميع فريقا واحدا فإنهم سوف يتمكنون من حل كافة المسائل بدلا من أن تكون أمريكا أولا بعدها سوف يكون عندنا عالم غير منقسم من أجل مواجهة عدو موحد إذا كان لديك عدو موحد يجب أن يكون لديك استراتيجية متفق عليها من هو العدو الموحد بروفيسور إمافيدن من هو العدو الموحد لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم العدو الأول الآن هو جائحة كورونا إذا تمكننا من التعامل مع كورونا فإنه سوف يكون إذا لم يتم التعامل معه الآن فسوف يكون هناك موجة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة دون توقف إدارة بايدن قالت سيد إمافيدن إنها ستشتري مئات من جرعات لقاح فايزر وتوزعها على دول العالم الفقيرة في النصف الأول من العام المقبل ماذا عن روسيا سيد إمافيدن؟ الرئيس بايدن سيلتقي نظيرها الروسي في جونيف بعد انتهاء قمة مجموعة الدول السبع هل من رسالة موحدة يجب أن يقولها بايدن لبوتن؟ الديمقراطية تجدي نفعا وديمقراطية أفضل من التخريب وإذا كان هناك حريات فردية فإن روسيا سوف يتم قبولها مرة أخرى إلى مجموعة الثمانية ولكن إذا استمرت روسيا بالهجوم على القيم الديمقراطية العالمية فإنه سوف يكون هناك عدم استقرار وهذا الأمر سوف يسبب مشاكل أكثر في الاتحاد الأوروبي وفي العالم برمته ولذلك يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من أجل الالتزام بديمقراطية شكرا جزيلا بروفيسور كريس إمافيدون الكائتال أكاديمي والباحث السياسي في لندن شكرا جزيلا بروفيسور كريس إمافيدون الكريس 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 إمافيدون الك